باسمة عمت وصلي لي رسالة وكأنه الحياة الفنية اللي كنت عايشتيها كانت مجد باطل وبالعكس بدل ما تكون سعيدة باسمة خلال هيد الفترة هي كانت حزينة وموجوعة أما عم تحكي على سعيد الشخصي يلي بقلب حياة باسمة الخاصة ده يعطيني لا البدايات قلتلك الرب ركني يا لطيف بالنص على الخفيف بالآخر تعتير وحزن ويأس ما هي هيك بتبلش الدني هرامية وإبليس شاطر كلنا بنعرف مين إبليس الشيطان يعني بيعرف يشتغل كيف يغريك بالمال كيف يغريك بتشكات كيف يغريك بعقود مالية كبيرة بيغريك بعقود مغلفة مثل هيدا الكادول كنتوا حطينو هون مغلف رائع جدا مع روبان والبداك يفتحه ملغم فاسم باسمة وحيات الفنية اللي أنا عشتها هيدا اختباري الشخصي يعني كرم كان ملغم كانت أرض ملغمة وأنا صورت حالي هيك شخص إذا بدك عسكرية بمعسكر بالحرب مقوص كتير وعم ينزف هلقد هيدا باسمة هيدا الحقيقة فمن بره يا لطيف بس من جوا تحررتي اليوم بقسم يسوع أكيد حررني يسوع ما حدا غيره غير لي حياتي ما حدا بعدني لأهلأ أصلا مصدومة كيف شل حب الشهوات والظهور والمال وحب المال وما هو أعمال للجسد يعني أنك تحب المصاري وتلحقه وتعبده وتشتغل كرماله وتشتغل كرماله يعني نحنا ما فينا ما نفكر بالمادة فنان كان مشهور كتير ما فيه فجأة يبطل مشهور يبطل عندي قاعدة جماهنية كبيرة يعني المال برك انتبه بباركك في الرب بس تتعمل شي حلو تتعمل شي للخير مش لتضل بالخطيئة ما هيدا اللي ما بيفهموها الناس يعني هيدا لتضل بالخطيئة هيك وما زلنا بالخطيئة بس أصدق الفن باسمة خطيئة مغريات خلاص ما فيك ما فيك مش ممكن تكون معرفة وتكون بعدك عايش بالليل وبالمرابع الليلية وعم بتشوف قصص وفي مش ممكن الانسان ضعيف كرم طبيعتنا البشرية كتير ضعيفة بس باسم ما ما كنت تروح لهيك نوع من الفن المبتزل كل الصهرات بالليل كله كله ليل والليل بيستر والإنسان بصير يقول يلا بعمل لي قرشان بظبط حالي من هون بعمل آه إجاني كذا يلا بظبط حالي بتشاك على البياض أمير من هون شاخ من هون كله هيدا مين غير هالنظرة بحيات الباسمة يعني مين اللي خلاك تفكري بهالطريقة اللي جدا مختلفة عن حياة أي فنينة مشهورة بس يتفتحوا عيونك وتخلق من جديد ويخلق ياسوع بقلبك بيعطيك بصيرة بتكون أعمى تصير تقشع الحق بيحرر الحق هو ياسوع حررني من كل شي أصلا أنا ما كنتحب المال يعني أنا يجين المال أصرفه بس موجود بحياة أي فنينة لا لا ما كنتحبه اشتركوا في القناة